كان غزة مابين زي ما قلت حضراتكم شهيد ومصاب من الضحايا 120 ألف غير المفقودين اللي احنا ما نعرفش عددهم ايه طبيعي انك تسمع شهادات من بعثات طبية عربية سواء كان من البعثات الطبية المصرية اللي كنا بنستضيف بالمناسبة لحد مش مصدق انه سنة كاملة عدت وكان فيها احداث كتيرة جدا احنا كان مرة معنا ثلاثة من الاطباء الشباب المصريين اللي راحوا عملوا عدد من العمليات في القطاع لكن المهم انك تسمع بقى الطرف التاني بيقول ايه احنا طول الوقت بنسمع المواقف السياسية الامريكية اللي واضحة في الانحياز الى الجانب الاسرائيلي واضحة يعني المسألة بقت ما فيهاش اي نوع من التجميل او تغيير المصطلحات او اللعبة بالكلام لكن فيه اصوات من داخل المجتمع الامريكي راح تغزة على مدى السنة اللي فاتت ومرت بتجربة ورجعت تحكي التجربة دي في المجتمع الامريكي نفسه تحكي التجربة دي يعني مثلا موقع من اشهر واهم المواقع على المستوى السياسي في امريكا موقع اسمه بوليتيكو بوليتيكو نشر حوار كامل مع طبيب الطبيب ده راجل جراح متخصص اتصور فيه منطقة الذراعين والادين متخصص منطقة عضم الادين والدراعين والرجل ده راح قعد في غزة لفترة هو على فكرة اشتغل في الجهود والرحلات التطوعية في جميع عن حق العالم كجر راح وراح غزة قمضى بيها فترة ورجع وكتب كلام سواء على التواصل الاجتماعي حسابه اللي يخصه او من خلال المقابلات الصحفية واخرها كان بوليتيكو يظهر لك قد ايه احنا ما نعرفش برضو اللي حصل او ان المسألة بنسبلنا ارقام لكن كناس ما نعرفش درجة الاصابات وحدة الاصابات هو كان شغال ضمن منظمة وفود او بعثات منظمة الصحة العالمية الدكتور مارك بيرلومتر موجود معنا موجود هو في الولايات المتحدة دلوقتي في ولايته في سوث كارولاينا احنا يعني اخذناه في استراحة قصيرة ما بين عمليات جراحية بيعملها واتفور ان الصوت واصله دلوقتي عن طريق الترجمة دكتور مارك برحب وجودك معنا يسعدنا انك موجود معنا في برنامج اسمه يحدث مصر من القاهرة اهلا بك دكتور شكرا جزيلا مرحبا متى عدت من غزة متى كانت متى كان وجودك او فترة تواجدك في غزة انا ذهبت في مارس وحتى ابريل وقضيت حوالي ثلاثة اسابيع هناك في الاسابيع الثلاثة وذهبت الى القاهرة ثم الى سيناء وعبرت معبر رفح هذه التجربة كانت تجربة هامة للغاية ونحن اليوم على يعني عام كامل من الاعتداء الاسرائيلي في قطاع غزة ما الذي رأيت انت بشكل مباشر من معاناة الناس ولم نراه نحن كوسائل اعلام وصحافة واخبار الصحافة والاعلام لديها قدرات محدودة لانهم ليسوا لديهم السماع للدخول هناك ويتم تدمير معدتهم ولم نرى صحفيا واحدا في الفترة التي قضيتها هناك حيث ان المستشفيات كانت كلها معطلة في خان يونس وفي غزة برمتها وبالتالي الصحفيين لم يكنوا موجودين بالفعل ولم يسمح لهم بالتواجد وبالتالي كان علينا ان نصبح نحن الصحفيين لان احنا كنا شاهدين على الابادة الجماعية التي كانت تحدث هناك لقد رأينا اطفالا كان يتم استهدافهم عمدا ويتم قتلهم بواسطة القناصة وانا شخصيا رأيت اطفالا تم اطلاق النار عليهم في الرأس والصدر وهذا لا يمكن ان يحدث عن طريق الخطأ لقد قام احد القناصة باطلاق النار على الطفل في صدره ثم في رأسه وهذا تم عمدا وهذا عمل لا يمكن ان يكون دون قصدا تسعين بالمائة من الحالات التي تأتي الى غرفة الطوارئ كانوا من الاطفال وتمانين بالمائة من الاطفال الذين كانت تجرى لهم جراحات لم ينجوا ومائة بالمائة منهم تأثروا بعد اصابتهم وايضا لا يتم التركيز على مقاتل حماس هذا مجرد عذر تقدم اسرائيل انهم لا يقتلون مقاتل حماس ولكنهم يقتلون الفلسطينيين الابرياء ان الهدف الاساسي هو الفلسطينيين الابرياء وحماس هي مجرد ذريعة او عذرا لهم هذه هي الطريقة الوحيدة التي استطيع ان اشرح بها القتل العمد الذي حدث للعديد من النساء والاطفال كان هناك مقالا يتحدث عن عشرين الف فلسطينيين قتلوا والارقام ليست دقيقة واكثر من ذلك هناك اطنان من الركام يرقض تحتها الاف من الجثث انت تحدثت في خلال اجابتك عن انه كثير من الاصابات اللي دخلت تعمل فيها عمليات اللي تبعتها بالنسبة كمان لاطفال كنت تقدر تحدد من خلال نوعية الاصابة انها كانت اصابة عن عمد هي ليست اصابة بشظية في مكان هي اصابة باستهداف مباشر لهؤلاء الاطفال بالتأكيد العديد من الاصابات والاصابة الشائعة للاطفال كان ان الاطفال يصابون في القصف والتفجيرات حيث ان شزايا القنابل كانت تنفذ في اكساد الاطفال في المدن وهناك مئات من الافراد الذين ماتوا وقتلوا بجراء هذه التفجيرات وهذا القصف ومن يبقون على قيد الحياة يفقدون اطرافهم على سبيل المثال هذه القنابل قنابل غير قانونية قنابل عنقودية استخدمتها اسرائيل في الماضي ويستخدمونها مرة اخرى والنوع الاخر من الاصابات كانت الهروق الشديدة هناك اطفال تم حرق اكثر من 15% من اكسادهم وهذا لا يؤدي في الامور الطبيعية الى الوفيات ولكن هذا كان يؤدي الى وفيات الاطفال في فلسطين بسبب نقص الادوية والامدادات الطبية كان هناك اطفال يتم قتلهم بسبب طلاقات القناصة في الرأس اود ان رأيت طفلين تم اطلاق النار عليهم في القلب ولم استطع ان اضع سماعتي على صدرهم لسماع ضربات قلبهم هناك اب ورجل قال انه كان معه طفلا ربما يكون ابنه وابن اخيه وكان في يده وكان ينظر الى ووجده وسقط على الارض على بعض عشر انطار دكتور مار كل هذه التفاصيل التي تتحدث عنها وجده مقتولا في رأسه نعم وذهبوا به الى غرفة الطوارئ ووجدنا ان هناك اصابة في صدره وهذه الطلقة أخرجت أحشائه من صدره ثم أطلق عليه النار مرة ثانية في رأسه وهذه أول مرة أرى مثل هذه الأحداث كل هذه التفاصيل التي تتحدث عنها لابد وأنها كانت تجربة يعني مؤلمة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني لكن أنت عملت في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم من قبل في جهود تطوعية كذلك هل كان لديك موقف سياسي وأنت متجه إلى غزة أم أنك ذهبت إلى غزة لمجرد جهود الغافة وممارسة دورك كطبيب هل تشكل لديك بعد ذلك موقف سياسي؟ لم يكن لدي أي موقف سياسي لدي أختي التوأم وهي يهودية ووالدي يهودي أنا لست يهودياً واهتمامي الأول والأخير كان بالأطفال وشعرت بالإدانة أننا دافعي الضرائب الأمريكية ويتم بهذه الأموال شراء أسلحة يتم قتل الأطفال من خلالها في غزة أعلم أن هذه كارثة كبيرة وشعرت بالخزي من أن أموال الضرائب توجه لقتل الأطفال وبالتالي كان هذا هو الدافع الذي من خلاله وزهبته إلى غزة بعد العودة الكثير من الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة ترتكف فظائع من خلال دعم هذه الحرب ويعتقدون أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إمداد إسرائيل بالسلاح وأن تتوقف هذه الحرب فوراً بعد العودة والحديث مع جيرانك مع المجتمع الصغير اللي أنت بتنتميله كيف استقبلوا كلامك؟ هل استقبلوا كلامك بشكل مباشر كمصدر ثقة؟ كصديق؟ كجار معروف؟ أم شككوا في حديثك ومالوا أكثر إلى ما يسمعوه على المستوى المحلي؟ إن وسائل الإعلام الأمريكية فظيعة إنها مثل صانع القوانين الأمريكيين متحيزة للجش الإسرائيلي وهم يقدمون الأموال ويقدمون الأموال إلى المشرعين من أجل التأثير في الأصوات وهم أيضاً يؤثرون على الرأي العام في الولايات المتحدة ونرى هذا في نيويورك تايمز التي تعتبر جريدة لبرالية من المفترض هناك تبرعات يتم جمعها من المؤسسات والمنظمات اليهودية لأن الولايات المتحدة في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية تعلمنا أن هذا هذا يعني أن يجب عليك أن تدعم إسرائيل والسهيونية هذا ما تم تعليمه لنا وكانوا إذا ما زهبت إلى الضفة الغربية وغازا الساكد الأمر مختلفاً هؤلاء ليسوا يهود ما يمارس ضد الفلسطينيين لا ينطبق على اليهودية أنا أحب حكومتي وأحب بلادي وأستطيع أن أحب الشعب اليهودي داخل إسرائيل إذا لم يكنوا مؤيدين للحكومة ولكن بدون أن يعني ذلك قتل الفلسطيني أو بدون أن يعني ذلك الاستهداف الفلسطيني على المستوى الذي تبعناه أو بأي شكل من أشكال على مدى العام كامل دكتور مارك كان من الضروري أن أتحدث لك وأشكرك على دورك وأسمع جزء من خبرتك وتجربتك وأعلم أنه مهما تحدثنا عنها فسيكون كل ما تقوله قليل بالنسبة لما وجهت وما تعاملت معه دكتور مارك بيرل ماتر شكراً جزيلاً على وجودك معنا شكراً جزيلاً على وجودك وحديثك ليحدث نصف تحياتي شكراً جزيلاً على وجودك وزيلاً على وجودك وحديثكي